السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة مطبخي صحتي سأقدم لكم سمك الشعري هو بصراحة مكتوب هكا في الجوجل هكذا الكتاب اللي بيعوا لي قال لي اسميته الشعري هكا اسميته مهم سمك زوين ما فيش شوك بزا فيه تقريبا هكذا السنسور اللي كيكون عنده الداخل شوية غالي في 8 50 درام الكيلو خذيتو حاوت ندير به هذا يعني الطاجين هذا اللي كيدخل الفرن اللي بغي يعرف طريقة كيفاش درنا هاد الحوت هذا فيشوف معنا الى الاخر هذي نعطيكم طريقة كيفاش عمرنا اعملنا داخل وكيفاش يعني حضرنا التوابيل ديالو وذلك الصلصة اللي كان الشرمولة باش نرقده شو تيبال لكم كيفاش معمر هدا هو السمك سمك الشعري الشعري هكا مكتوبة الشعري بكتلو باش عندو شي اسم اخر علمي ولا قليا هكا باش يعني معروف هدا الاسم ديالو باش معروف نقوع نركها لج ore Direct أهدا هو السقتر اترك لي الشهة الحامد ووقلي ي ineحدى هدارها احتا احتاج معه ورق سيدنا موسى ورق الرند اه 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 يكلي ضratsه وزعد ها نفعل الح國家 الأنواع ديال الفلفل يعني اللي عندكم والقرع الاخضر الحامض ادوم العشاب ثلاثة فصص ذي التوم نحتاج زيت الزيتون نحتاج التوابيل لكي نديرو الشرمولة اول شيء الملح نديرو السلسة او الشرمولة عبارة عن ثلاثة فصص ثلاثة فصص نديرو معلقة القصبور يبس طحون الحبوب ديال القصبور نديرو شوية الملحة ما كتروش بزاف نديرو الفلفل اسود يبزار نديرو تقريبا واحد ملقة كذلك نديرو نديرو راسي معلقة الكمون نديرو يكون كثير تيبان نعصره طرف الحمض باش ندخله في الشرمولة السمك تمشي مع الحمض بزاف يدلوه الريحة اللي تكون قسحة فيه ويعطي مضاق ويفتيه ويفتي عضله حسنا درنا المكونات خلطه مزيان باش ان المكونات تنزل نزيدو زيت الزيتون نديرو كيميا مزيانة لان السمك تيجي مع زيت الزيتون وكذلك بصراحة انا من ناس اللي يعشون زيتون نضيفو شو دي الزيتره الزيتره كين الزيتر وكين الزيتره في بزاف الزيتر فيه انواع سبحان الله غادي ناخدو السمكة دينا وغادي نحاولو اننا نشرم لها نتبلوها باش تجينة مزيانة فلقود دينا يعني تدخلوها التوابيل نندهنوها من الداخل ومن خارج يعني نحاولو اننا ننفلحوها نديرو لها فلاحاتها كا اولا شقوق باش حتا فاش نبغونا نناكلوها وفاش نبغونا نسربيوها كنلقوك باش نديرو نقطعوها يعني كيكون ديجا عندنا مكان مين غادي نقطعوها فكيجي سهل كنا ندوزو عليها الشرمولة من برا باش تنسم وتتبل لنا السمكة هو غاني بالأوميغا ثلاثة غاني بالبيتناش بالنسبة للناس اللي ما تيكلوش اللحوم في بروتينات النقية في التهون النقية في أملاح في اليودين يعني السمك اللي كي يكن السمك ما عندوش تش يخوف من انو عندو نقص من شي حاجة مثلا بيتناش او لا 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 راكين اشي كتير موجودة فى السمك ما موجودةش فى اللحوم اختينا الخضر غادي نديرو لها الشرمولة الشرمولة وها مزيان بسالحانا قنت بات ندير هاد السمكة ما مغيتش ندير فيها اواله قنت غادي نديرها هاك هاك نتبلها وندلها لها هادو الأعشاب المنسيمة من الداخل وشو دلتو ماء صفي ولكن اللي فيها ما يحيي دي مني وبقيتاً شو تعالي قلت لها للاوي لانكنا نحو تبرا خضراء والله العظيمي لها درتتها الخضراء في اخر لحضا ما قلتها نقراكا قلت عندي لا تفريش هذه الطمطين ملتحت وده كي بادي نجمج نب صفي ولكن ولو انا بصراحة مدمن على الخضر واحد درجة ما تصوروش انا عمرو السمكة دي النام الداخل يعني من اللي عادي الطيب الإنسان يقدر يعني يجرى ذيك الاخطيرة من فص السمكة وبدي ايكلها وفي نفس الوقت يأكل الحوت مزيانة لشتي نقدرت لكم دواز 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 السمك كينا ناس الكي يديروا الحشو بغمي سيلي لكن انا بدأ ينقراو على ذاك المنتجات ونكنا ناكلهم كل تغوم و الله يسمح لنا لا يسمح لنا لان لو تنجسة دينا بمنتجات لا نعرفوا من اين اتت صافي مني ندرت الحشوة في الداخل السمكة غادي نحطها جانبا وغادي ناخد المول باش انا ندر واحد طبقة كعازل للسمكة بهمة السقليش طماطم طماطم هي غادي تعطينا المرق وفي نفس الوقت تعطينا الحموضة وهي تقطيب بسرعة يعني تمشي مزيان مع الحوت في انها تقطيب بسرعة والسمك ما كيحتاج وقت كتير باش انه يطيب بسرعة بسرعة تقريبا عشرين دقيقة طب اخدينا ديك السلسلة لبقى لنا او ديك تشرموا للبقى اضفتها وحشة شوية للماء وغادينا نسقي بها ديك الطماطم وغادينا ناخدو العشاب الملسمة وغادينا نديروها فوق من ديك الطماطم باش تعطينا النسمة القسيدنا موسى الازير كليل الجبل ازير هاللغة البربارية يعني تبا زرت ازير كتعني نسان غادي حع في القدمين حدا فيه دردنا نزيد لهم شو شوية دي التوابل حي كان حسيت به خاص شوية التوابل درت شوية الفلفل الاسود شوية الكمون شوية دي القذب ورحبو صافي هاتشي اللي درت ما درش شي حاجة كتيرة اليوم ما درش ليكم الكوركم انا معتمة اعتمد تانا ذاك الكوركم فيما مشي التندي ما يا مسكين عياء اخلي فيه استرح جوية اخذينا السمكة دينا حطيناها فوق الطماطم ومن بعد هذي ناخده البدنجان انا بصراحة كان عشق البدنجان برغم ان الدكتور فيدي اعطانا واحد درس عادي بانه واحد مجموع دي الخضار تتكون في الخانة دي البدنجانيات من بينها الطماطم من بينها البدنجان من بينها الفلفل والبطاطيس هذو كلهم عندهم واحد مادة صعيبة شي شوية بالنسبة اللي نحن نبعده على هذي المسائل هذي هذي فاح المحاضرة قالها فحاولت استنحاول بصراحة ما كنت ناكله بطريقة غير معقولة لبدنجان ما تلقونيش نهار ما درتوش شي حاجة بصراحة كان ديروا سلطة بصراحة انا درتها ذاك المجموعة ذاك الجروب اللي قلينا نبعده تنديرونا كل وشالله كان ناخدو كان ناخد القرعة الاخذاء كان ناخد الفلفل الانواع كان ناخد البصال طماطم وكنديرهم طريفة مربعات كان نزيد عنهم طماطم من ديال العلبة كان زيد عنهم قذبه المدنوس والتوابيل وكندير بهم واحدة واحدة صلاة طيبة ما شاء الله كان ناكلها مع الفلفل حرام منعقل على توحدة واللي تمنقش نديرها بززا من سمات الدكتور هذر لها واللي تنقص يعني اللي تقليل فاش نديرها والبادنجان انا عزيز عليها يكون يعني محمر عندي طريقة خورة كان نديرها في الفرن تتعجبني كان نديرها مره مره بك عارفين اللي يسمحني لنفس دينا غالبنا اللي يغلبنا على نفسنا سافي خذيتو كمشتو درتبات الشكلة الجميل وغادي ندير عليه هذيك السلسلة اللي بقى زيتو حشي شوية التوابيل وزيت شوية الزعيدرة وغادي نفرغها فوق من هذي البادنجان هذا وصفي من بعدك غادي ناخدو ما تبقى لنا من ذيك الزعيدرة غادي نديرها في الآخر فوق من السمكة وفوق من هذيك البادنجان باش عبتو هاد الزعيدرة هذي كتمشي ما شاء الله كتمشي مع هاد المسائل هذي عندها واحد نسمة سبحان الله سبحان الله ما عرضوش عيران اللي في هادشي ولا قاعد الناس يقوله انا عزيزين عليها الأعشاب المنسمة دخلهم في المكلة وعمال على بطلح وقال ميصرين والله مية من الوقود يرمتي عجبني كي يستهويني ريحتهم تتعجبني سافي بعد ما درتات شي كله غادي نضيف واحد شوية الزيت شوش حكي نسهل كندي الزيت انا خمسة يطره ما كي يدي لي حتى شي حاجة وخة غالية وخة يعني انا ميزاني عندي خاصة الزيت زيته والعسل والقمح والشير وعدي ميزانية خاصة بهم ما شادي نديرو ليلة بسارحة الانسان يريدو يصبر وحافظ على ساحته قدرت ذاك العرش الزيت 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 وغادي نغطيهم بعض الغيطاء هداك يجينيني شن مع ذاك الومول سبحان الله ندخلهم الفران اللي سخنتو على 300 درجة غادي نخليهم تقريبا 15 دقيقة من بعد تنحيت الزيت الزيت وتنخلي تنشف شي شوية بسراحة انا انا خليتو ماشي نسيتو كنت مشغولة في شي حاجة كان غادي يجيني هو هداك ما غادي تحرق ما والو لانا اللاصس الشربات بتعيد تحمر لي شوية من الفوق وسهيت عليه تقيتو شاول يدوك الجنبات تحرقوا شي شوية ولكن يعني قتل السمكة مطرية لا والو الخدر كذلك وهنتو متشوفو السمكة ديالناكيجات السمكة ديال الشاري اسمته الشاري هكا قالوا لينا ما عرفتنا وش فعلا وش اسم ديالو العلمية هو هذا ولا اسم اخر عندو مهمة هنا بحث في جوجل وبحث في الانترنت في اليوتيوب لقيتو اسمته السمكة الشاري والسماك قال لي اسمته الشاري فانا قلت تحت عنايا سافي هانتو ما كتشوفو طابت تحمرات جززوين هنا الديدة ما شاء الله الحم ديالها بيض وما فيش شوك بزاف يعني ذاك السنسور ديالو الدخلاني كيكون سافي كان قطعوه بحلقه وكان قدموه باش نتعشاو بي انا والوالدة ديالي فرحة انا مسكينة كتسن فيها فتعرفوا بانها مرأة مسنة يعني عند تماني سنة تيخصني ضروري نقيلها ونحطولي هحدها ونقدلها لا تمشي لها شي شوكة ولا شي حاجة فالله يخلينا وليدينا والله يقدرنا على اننا نبرر بهم لاننا كنا الى ما بتنا الصغر فاننا غادي نسلو الوقت حتى لا نعلم بعد العلم شيئا والانسان وصل الله سبحانه وتعالى كيذكر الوالدين بعد ما تيذكروا كيكون الله تيذكر الوالدين فبهذا اخصنا نبرر الوالدين ديالنا والله يسمح لنا والله يسمح لنا منه مصافي هدا لا تغذي على الوالدة كنعطيها الخضار يعني من هذه النحية دي كنحاول ان يعطيها الخضار باش يكون عندها ما يكونش عندها مشكلة في الجهاز الهضمي وعارفين ان الناس المسنين ما كيتحركوش ما كيكونش عندهم الدورة الدموية يعني فهذا كيش بسبب لهم هاي الوالدة مسكينة والله يخليها لي والله يخليها لي وخليها كل واحد وليدي ونتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر وتسمحوا لي لان انا تنور لكم كيف اشكلنا كلو ولكن استسمح نتلقوا فيديو اخر ان شاء الله